البداية بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد رقابة على منافذ البيع بالمحافظات لرصد الممارسات الاحتكارية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدود الدخل وخذل اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين شدد الرئيس على مواصلة التنفيذ الدقيق للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي ومواصلة العمل في المشروعات التنموية وفقا لأعلى المعايير العالمية ومكافحة جميع صور الفساد كذلك وجه السيسي بمواصلة الأجهزة المعنية بدل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي